صباح الورد عليكم وصباحكم زي الفل ومعكم النهاردة وفاطمة ابو علي والنهاردة هنقدم مع بعض وصفة سهلة وبسيطة وانتوا عارفين شعرنا دبري ووفري واملي كل اكلك في البيت يلا مع بعض نشوف الوصفة باسهل ويا ترى وصفتنا النهاردة ايه هي اللحمة المسلوقة ايوة زي ما اسمعت كده اللحمة المسلوقة بس المرة دي هنعملها بطريقة عبقرية هتخليكي تاكلي حتة اللحمة كده وانت مبسوطة تشرب شوية شربة اخر جمال لونها وطعمها ورحتها روعة يعني تقدري تطبقي عليها الاكل وتعمليها بالطريقة دي وتدعيدي اول حاجة بحط معلقة سمنة على النار وبصلايا حلوة متقطع شرائح او مقاعبات وكمان فصين من المستكة وقرنيفلفل كده متقطع مربعات يتشوحوا تشويحها ننزل باللحمة بتاعتنا ونقلب ليه ما انا بحط البصل والمستكة في الاول بتفرق كل وجزء في طعم اللحمة انا هنا حطا حبهان وورق شيبة وورق شيبة لو هتستخدمي الشربة دي الاكلة خالية مش هتستخدمي اكل خالية تبقى بس ملح وفلفل وورق لورة ومستكة وهنا انا عاملة الخلطة الجبارة بتاعتي خالطة التوابل ملح وفلفل وكباب صيني وورق لورة وحبهان وتحطي بقى معلقة وتقليبي وتشمي احلى ريحة التشويحة دي مع البصل والمستكة والحبهان وورق لورة ويا سلام بقى لو في عودين قرافس كده ولا عود قصبرة وقال ليه بيبقى بصي اللون اللحمة تتاكل بالشكل ده طعمها ورحتها تحفى اول ما بتتشوح التشويحة الحلوة دي بقى وتاخد من طعم البصل نبتدي نضيف المية المغلية وضروري مية مغلية علشان الانسجة ما تبقاش خشنة بكتعة اللحمة المية بقى المغلية دي بقى كده ومع التوابل الحلوة دي ونغطي بقى الحلة بتاعتنا بس كده ده في مكون تحفى بصلاية حلوة كده نشوحها ونضيف عليها نص معلقة سكر ونص كباية مية وكل ما تشرب المية نضيف لها كمان شقشاء مية شايفين بقى اللون البصل ده هيفرق في طعمه ولون الشربة وديفي بقى الكلام الجميل ده مع جزرية حلوة بقى كده ونضيف البصل بتاعنا بصوا بقى الشربة تحفى أحلى شربة ممكن تكلوها في حياتكم اللحمة بقى قربت تدخل في السوا نبتدي بقى نضيف البصلية الحلوة المتكرملة اللي احنا كل ما تاخد لون نضيف لها شوية مية تاخد لون أكتر ونقلب فيها مع شوية السكر هيخلوا اللحمة زبدة السكر بيساعد على تسوية اللحمة ايه رأيكو بقى في لون الشربة وقطعة اللحمة مستوية ودايبة بصوا بالدوب في الإيد ازاي؟ أول ما بتغلي المية بنبتدي نوطي عليها ونبتدي بقى نحط المنكهات بتاعتنا الحلوة الملحة والفلفل والكبابة الصيني والورق اللورة وفصيني المستيكا ضروري جدا مع ورقتين من اللورة مع فصين من الحبهان مع شوية ملح وفلفل مع الخلطة الجبارة بتاعت التوابل انا بعملها لسلق الفراخ واي غدار اوى ايه تسلوق اللحمة في مية بس مش هتحسي بطعم حتة اللحمة ولا بالشربة التشويحة اللي بنعملها بالبصلية الحلوة مع اللحمة مع التوابل وبعد كده ندفلها بصلية متقرملة بتدي لون وطعم شربة يا وعدي هتعملها وتدعيلي وصفة سهلة وبسيطة ونتقابل في فيديو جديد كنت معيكم فاطمة أبو علي والسلام عليكم